في سياق نخر دعا وزير سكن والعمران والمدينة محمد تارق بالعريبي إلى رفع عرقيل الإنجاز على المشاريع السكنية المتواجدة بولاية أو بالعاصمة مع تحديد تاريخ التسليم مشددا على ضرورة تسريع في وطيرة الأشغال وهذا بفتح عدة جبهة في ورشات الإنجاز لتسليم قرابة 13 ألف وحدة سكنية خلال ثلاثية الأول والثاني من هذه السنة وجاء في بياني للوزارة أنه ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد تارق بالعريبي بمقر الوزارة أمس اجتماعا ضم كلا من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة رئيس الدوان الوزارة وكذلك المدير العام للسكن المدير العام للتعمير والهندسة المعمرية والبناء المدير العام للمدينة مدير السكن لولاية الجزائر ومدير التعمير والهندسة المعمرية والبناء لولاية الجزائر اشتركوا في القناة